لا تجن ولا تحتاد ياخي ما بتحرز هالقد في ايش يبهد دنيا صعب ما بدا هالقد صدقني صدقني ما بدا هالقد منقول مرحبا لكل مشاهدين ويبسايت الفن لكل متتبعي برنامج ما بدا هالقد ضيفنا للحقيقة اليوم إنسان عزيز على قلبي لأنه إنسان مثقف إنسان بينتقى تفنيا ونقضه بمحله أكتر يمكن يحبه النقاد يمكن أكتر ينزعجه من النقاد بس ما حدا في ينكر قديش هو عميق التفكير وقديش ألمه مسؤول وقديش حضوره بي منه وجر حضور ملفت هو الناقد جوزيف طوق بونجور جوزيف بونجور هالقد نشمال لبنان نشمال بتنزل ع الرنج بتعمل ثورة بتنزل عجل الدين بتعمل ثورة شو أخذك من نشمال ع الرنج ولا أنا ببيروت صار لي من الثلاثة وثمانين بس عم قول هيك تا يعرفوا أنه بيت طوق الأصل من الشمال نايا منطقة من الشمال نبشري نبشري من قلب الشمال من قلب الشمال من أحلى أحلى ضاعة بلبنان بشري أحلى ضاعة صحيح وضاعة جبران خليل جبران الأديب وضاعتنا كلنا سوا ضاعتنا اللي عن جد هيك غنيتنا بهي قديش فيها جمال وقديش فيها حنية وإلفة ومحبة بين الناس وربتنا كلنا على نحبها وهذا الحب اللي هي عطتنا هيه عن جد نحن نجح نعطيه مطرح ما ما نروح لازيز بس ما عندك لكنة أهالي بشري بتطلع اللكنة ببشري مثلا أنا بتطلع ببطغرين بس بدأيلك شهلي يعني كانوا يقولوا أرز لبنان أرز الرب ومذكور بالكتب لمقدة 72 مرة وعمره 3-4000 سنة هلأ صاروا الدليل السيحي بطل يقول أرز الرب بصرق أولك لأنه مريض الأرز أولك شو صار بأرز لبنان تعرفي أنه صار أرز البروك والشوف أحلى من أرز بشري لأنه اعتنوا فيه اعتنوا فيه وسياحيا وهتموا فيه وكبروا الغابة كتير هلأ ما في شك أنه عندك أرز باسمك بأرز الشوف لا بالشوف ولا بالشمال يه أنا عندي أرز باسمي بالشمال وعندي أرز باسمي بالشوف لا شك أنه فيه بعد روحي وبعد تاريخي وسقافي للأرز اللي موجود ببشري مضبوط بس كمان شي بيزعل قداش نحنا يمكن لازم نحط إيدنا بإيدهم منتك العداء واللي بكل شيء وفي عنا الدكتور يوسف اللي هو بيهتم كتير بالزراعة فوق ما عم بتكون مبادرات فردية أكتر ما عم بيكون في إهتمام سياسي يعني دكتور جوزاف جعجع؟ لا دكتور يوسف طوء آه أوكي دكتور يوسف طوء هو طبيب نعم ولكن مكرس حياته للطبيعة عايش كل وقته بالتسجيل جوزاف ما زال هلقات بتحب الأرز ولبنان بدي إيقلك أنه تاريخيا حسب الأب رفيال المؤرخ وحسب خيلة الأديبة والمؤرخة ما يمر كان أرز لبناني عيفنا من حروب كبيرة منع الحروب مع المصريين لأنه من زوم الأرز من السيف كانوا يحنطوا المميق لألون صح فيخافوا يزعلوا رفيالي بطل عندهم زوم الأرز ليك إديش كنا تاريخيا مهمين بسبب هالأرز الموجودة عندنا واللي هي فخر لألنا بس نحنا بعدنا مهمين لهلأ بس للأسف أنه كل أهميتنا عم بتروح فراطة بشغل السياسيين التعتير أنت مع السورة طبعا لأنه أنا لا أنتمي إلى أي حزب سياسي ولا حتى أي فكر سياسي لبناني أنا مش ضد العمل الحزبي ولكن ضد العمل الحزبي بلبنان لأنه لهلأ مصرطا بس صح من السرطان طبعا أكيد كلنا منصير متحذبين أي متى السرطان بصح 100% يا جوزيف أي متى وقتا من لا ما بيرجع بيطلع بعد 5 سنين أو بعد 15 سن مش ضروري نحنا ممكن مثل ما كان فيه نحنا منحكي بأبطال كانوا بالحرب اللبنانية وبالماضي ما عم بيمحون للشهداء لا أنا ما بدي شهداء أصلا هني ما خلوا الشهداء يموتوا الأبطال عم بيمحون ويقولوا لنا هاجروا بس نحنا أبطال ونحنا بنقدرين نكون اليوم الأبطال اللي بيعملوا المستقبل ونحنا قدرين نخلي بعد 10 و 15 سنة لولاد والشباب يقولوا من 10 و 15 سنة كان فيه أبطال مين نحنا الأبطال؟ مين نحنا؟ نحنا الشباب اللبناني والصبايا اللبنانيات نحنا عندنا السقاف والفكر والعلم والانفتاح وعم نقرأ ونتسقف ونشوف الدني كلها سوا ونتعلم ونحنا بنحب بلدنا أكتر ما السياسيين وأحزابهم بيحبوا لبنان أو لك بنصل لفرج؟ أكيد بدنا نصل لأنه نحنا اكتشفنا أنه السياسيين وأحزابهم ما بيحبوا لبنان بيحبوا بس مصالحهم وجيابهم أنت ضد كل كل الأحزاب؟ بلا ولا استثناء شو حلو انت قدت الوزير جبران باسيل ما بتخاف أنه شي نهار يبعطوا وراك يحقيقوا معاك يا أهلا وسهلا فيهم يا أهلا وسهلا فيهم هذا بيكون شرف لألي بيكون شرف لألي بأكد أكتر أنه نحنا هذه الثورة اللي نحنا عملينا ضد هذا النظام البوليسي اللي ما بيعرف يتعاطى مع الرأي الحر مع الانتقاد مع التصويب كل إنسان بدنا عنده رأيه كل إنسان بدنا إله حق يعطي رأيه وطالما مش عم بيجرح ومش عم بيتعرض بالشخصة لكرمات الناس ولأعراضهم ولتاريخهم وعيالهم وإماتهم وبياتهم أنا إلي حق أعطي رأيه أنا بلبنان بتعرضت لأم ولا جبران بسير مثل غيرك طبعا لا وأنا بجلت ديب وقفت وحملت الميكرو وقالت بتمنى نحنا منسب أم حدا نحنا أماتنا كتير غالين عقل بنخلين نحافظة ع أماتنا أول شي طيب جوزيف بالرينج شو صار مين ضربك كيف ضربوك يعني بتحمل أنا قصم المسئولية ليه شو عملت شو قلت بتحمل قصم المسئولية ببلد مثل لبنان ولكن إذا عم نحكي نحنا عم نحكي موضوعيا أنا شخص صحافي حامل تليفوني واليوم تعرفين إحنا كل شخص حامل تليفوني وفيه كون صوت وفيه كون صورة وفيه كون طبعا هلأ زمن السوشيال ميديا صح وأنا لقيت الإعلام كان خيفان لأنه كان فيه هجمة كتير عنيفة من الطرف الثاني أنا قويت قلبي وفتت لهونيكي وللأسف أنه لحظة اللي أنا كنت عم بحكت عم بقول عم بنقول مباشر كنت على السوشيال ميديا إنستجرام وفيسبوك أبقول إنه الأجواء كتير رايقة هون والشباب رايقين وما تخافوا برهنوا لك إنه رايقين وإز بيهجم عشر شباب وأكلت النصيب حمد الله على السلامي حبيت رح أختم هالفقرة بما بدها الأد يصور علينا إذا كنا منحب وطننا وحبيت إنه نحنا الشباب اللبناني أبطال لأنه منحب وطننا فينا نقول بعد شغلة واحدة عم أبدا هالقد ارحموا السلطة الرابعة السلطة الرابعة اللي هي صوت الناس أنتو عم تحكموا بلا معارضة والمعارضة اليوم هن الناس اللي مش شارع وتعم ضم للسلطة الرابعة المصورين اللي عم بيكلوها وتكسير كاميرايات طبعا كل الأشخاص اللي هن حتى عم نحكي عن الناشطين على السوشيال ميديا اللي هن اليوم نوع من السلطة الرابعة مش كلهم لأن في منهم مش خرج وفي منهم كتير زعران وأكيد نحنا هول منحربهم مش كل واحد بيعطي رأيه يعني صار مفيد بس إذا هل المر أو جوزافتو بيقولوا إنه في فلان عمل تعدي روحوا شوفوا التعدي ما طلقتوا هل المر أو جوزافتو لأنه نحكيوا ما بق طلقتوا اللي بيفضح روحوا لاحوا المفضوح وشوفوا إذا فيه تعدي يعني أساس القانسير مثل ما أنت عم تقول منه جزور و جزور بدا هالقد بدا صح جوزاف وقت بتنتقد أنت أنا طوّدت إلي 35 سنة بها المهنة وقت بنتقد بيزعلوا مني وقت بمضح ما بقولوا لي مرسي أوقات بتلفن لهم ما بيردوا بس إذا فيه كلمة نقد بيمبشوا لكل أرقام تلفونات حتى على المكتب على الباية تعرفت كيف عم تقدر تواجه بمنا وجر أنت بموقع كتير حلو نقدك أوقات أنا معه أوقات أنا مني معه والناس كمان هيك أوقات إني معه أوقات إني مش معه حسب إذا بيحبوا للفنان ما بيحبوا إذا بيلاقوك معك حق ما معك حق كيف عم بتواجه هالشي مش عم بتلاقي هجوم من الفنانين عليك متل مرتين رامي عايش ما عندي أصحاب وما حدا معه رقم تلفوني ولا حدا بيعزمني تلفين ينبشوه ينبشو بقى ألا إذا حدا قال لي رح أعطيه رقم التلفون لك هي القصة بلشت بال2011 لما فدت على جريد الجمهورية نعم ومن هونيك نعطاني هاي المساحة وبشكر أنا القيمين على الجمهورية اللي وسقوا بألمي وعطوني هاي المساحة اللي أنا أحكي فيها بحرية من دون قيود ومن هونيك كنت عارف أنه أنا اليوم هاي الخطوة اللي أنا عم بعملها عم بعملها مش كرمالة أنا عم بعملها كرمال تحية لصاحب جريد الجمهورية دولة الرئيس الياس المر أكيد تحية كتير كبيرة لقيله اليوم اللي عم بهاك عم بضحي كتير كرمال بهيد الفترة تضل جريد الجمهورية مكفاية مع هيد الأزمة ونحنا كلنا بنعرف اليوم أزمة الصحافة وقزمة التاليليزيونات كله بيقبض نص معايش والله صح حالي حالي وبعدهم ايمن بالورق وبعدهم ايمن بالورق ومش راضي يوقف الورق ونحنا متمنى أنه الورق يكمل أنا هلأ بحب فلفش الجرائد صح ما شفيت من هالشي بقى تنكمل نقول أنه بشكرهم على السقة وهيدي السقة أنا تحملت مسؤوليتها وعرفت أنه أنا عم بحي كرمال الرأي يوصل مش كرمال أنا أصير حدا مشهور ولا يحكو فيي وبعدها من 2011 لليوم ما تغير النمط دائما بتقول مش تيحكو فيي وعم بيحكو فيك طيب خلينا نقول رامي عايش زعل منك لأنك سألته سؤال أنا شخصية أم بلاقي كتير بسيط لنصيب زيتون إنه كأنه عم بيقول رامي عايش إنه مقلك بصمي يمكن هو مقالة بهالطريقة الديريكت بس نعتك برجوليتك وبحقدك يعني أعطاك كل الصفات ونعت هو المشكل كان مبلش قبل وصار المشكل بيني وبين رامي مباشرة بمنى وجه الوقتة هو كان ضايفنا قبل ما يكون نصيف زيتون ضايفنا يعني فيه سوابق فيه سوابق أنا بوقتها قلت له إذا أنت كنت إذا ملاقي سؤال نصيف زيتون ناعم هيداك قلت له قلت له قلت له رامي أنت فنان صوتك كتير حلو نحنا منطر لك أغانيك ومنشجعك لأنه أنت فنان لبناني عن جد منحبل لك صوتك ولا برجع بقل له إياها مش شيء إيته شو اللي زعلو بس وقتها مثلت أنت منك ممثل لبناني واللي عطاك جايزة ميوراكس دور لأفضل ما بعرف شيء ممثل بأمير الله اللي يمكن أفضل مطرب ممثل كان اخترعوله شي ميوراكس وقتها قلت له ضرك لأنه ما حدا بياخد تكريم من أول دور تمثيلك على القليل يكون فيه تجربة أكتر المرة إنه فيه كتير ممثلين عم بيطعب وصلوا نسنين على المساري رامي كتير بيزعل من النقد يزعل بتكون مسؤولية هو مش بتكون مسؤولية أنا مش كون غلطة أنا بيكون غلطة هوا اللي نعتك فيها مضبوطة ما جاوبت عليها أنت اللي هو نعتني فيها إذا هو بيحس فيها بيقول له بس أنا ولا مرة استعملت ولا مرة حكيت بالشخصة واللي بيحكي بالشخصة هدا colors a fear and power بالأسلحة اللي عنده على ضعف بالعزر اللي عنده تايحكي هيك بيحكي هدا بمثل هو ممثلني لألي أنا أكيد بحترم رأيك whole story مش عليك انا ورامي ايش حتى لو راح يزعل او راح يرضى انا لا انا ما قصدي انا مش عم بقوم حرب انا وانا هديك اليوم وجهتله وجهتله كلمة من منا وجر قلتله رامي احنا اطرينك ضيف بمننا وجر وانا ما بقبل الا ما اكون بالحالة وقاعد انا ميك عزيزة الطاولة وارجع ان تقدك مطرح متستحق النقد وارجع ان دحك مطرح متستحق المديح ما بدا هالقد ما بدا هالقد جوزيف طو انت صحافي متمرس بالكتابة هلا انت بتعرف على الانترنت نعم مؤدمات قصيرة لان اذا بدي اكتب كل قصة حياتك الصحفية وخصوصا انه زوجتك رانا قصية صديقة غالية على القلب وانا بحب فيها وطنيتها ولبنانيتها والرقي اللي عندها ايه وقلال عندني هلا كنت عم بتقول انه انا دعيته اللي رامي ايش يجع يقعد على المنصة زيتها انا اللي بلاحظه انه الفنانين يلي قلتلك ايه وانت ما علقته له انه اوقات بيزعله من اقل شغل بيحردون ما بعضوا بيجوا على البرنامج ما بعضوا بيقولوا لك مرحبة بينسوا انه انت عامل معنو منيح لك 16 سنة او 20 سنة او 5 سنين او يمكن مرة بس ما بيتذكرون هاو دي اكيد ما بيتذكر لان الفنانين عندهم مشكلة بالنقد ما بيفهموا النقد بيفهموا المديح او بكرهوا الهجاء وبليزم يعرفوا انه بين المديح والهجاء في في مساحة كتير كبيرة اسمه النقد الموضوعي النقد الموضوعي اللي بتنقال فيه الاشياء بدون زم لا لا بدون زم ولا التعرض للشخصة في اشياء بتنقال لانه في غلط من نحكي عنه ولانه صح من نحكي عنه وعليون يستفيدوا اللي بيكره هالنقد ما يشتغل بالشأن العام اريح اريح لقلو اريح لقلنا انا عم بشتغل نقد وعم بواجه زيت الصعوبات وزيت الامور يعني مرة انت قدت الصوت بمسلسل زالت من المسلم مع انه يمكن مش هي المسؤول عن الصوت بالعكس يمكن يعم بشوه له صوتها جوزاف بدي ايلك شغلي انت انسان كتير كتير سريو بالحياة كتير جدي ما كتير يمكن بشغلي جدي بس طيب فيك تمزح معنا مش ماشكا فينا نضحك شوي فينا اللحلح نتفيد يلا هتنا اللحلح لك ياه انت قلت اللي فين ايه استفزك قد ما بدي انا لو رحكم موحيم الشيطان يلي بيقولوا الناس رح قلك ياه مش يلي انا بقول اللي بدك ياه فيك تقولي واللي بينتقد بيتقبل النقد انت بتنتقد كل يلي ما بيحبوا الام تي في او يلي فلوا من الام تي في مشبور فيهم تنتقدون او لا انا قبل الام تي في اشتغلت ست سنين بجريبت الجمهورية نقد كنت ما في عندي ام تي في بالحسابات وانا وقت اوصلت الام تي في كان اول شرط للي انه اللي بدك احكيه ما بدك يكون فعلية شروط وهنا قالوا ما في قيود اصلا على حدا وقبلوا ما في قيود على حدا اصلا يعني ما ما حدا يفكر انه في قيود طيب وقت انت يعني انتقدت كارلا حدد انا متان هونه ما عجبني النقد لان انت انت انتقدت انه انا ما بحضرلك برنامجي طيب كيف انتقدت بقى له ما تحضر البرنامج طيب خليني خبرك لاش انتقدت ما أنت بديك الرأي. رانا أصطيح اللي هي زوجتي وحبيبتي وشريكتي ورفيقتي بهذا المشوار وصديقتي. كل بقل إشياء لك للصداقة. هي اللي عملت البروغرام طبع كارلا حداد. وهيدا البروغرام كان لرابي عزيات. نعم. ورانا اشتغلت أشهر مع رابي عزيات على فورما واشتغلوا الفقرات مع بعض. ووقتها عرفنا وطلع نضال وقيل وغيه ولو اسم البرنامج. وانسرق البرنامج. بس بيقولوا انه مش ذات الكونسيبشون. بالا بالا. ما أنا شو بدي ب حكي نضال. نضال حبيبة وصديقة. وبحترمو. انا عم بحكي عن رانا. اللي هي خبرتني انه الفقرات يا عم ما نحنا شغلينا هاي. كيف بيخدوها متل ما هي. هاي دا واحد. هاي دا سرقة. هاي دا بلاجياريزم يعني هون. هم لو سرقة الدولة او يعني واحد ما بيتر يرفع دعوة وحصل حقوقه. لوك دولة عملي سرقولنا اموالنا بالبنوكي جاية تشوف لنا برنامج فاضي لبرنامج مسروق. حسوب انه القصة قصة رانا قصتيح. انت بتاخد موقف. لا هل قد حيادة متل مع رانا بدون ما تحضرها لكارلا اذا ما اضمها ملاقة. لا بالعبس لا انا عم بحكي. عم بحكي اول نقطة ما هون عم نحكي هدا ما بلاشنا باول درجة. انا مش هدا هو السبب الوحيد. اوكي. اول سبب هو انه كان في سرقة. وكان في وقاحة بالتماد بالسرقة. هدا واحد. اللي بيسرق شغل الناس وتعب الناس. ما بيكون مهنة. هدا واحد. اثنان. بننتقل للشق التاني اللي هو الاداء قدام الكاميرا. واللي انا برجع بقولها. كارلا حداد. بتقدم برامجها مثل الصابون اللي ما بترغي. بس انا لقيتها كتير مهضومة. انا ما لقيتها مهضومة. انا ما لقيتها مهضومة. وما حبيت ابدا البرفورمانس طبعا. كارلا حداد. خلني ارجع اقول. تنجح اكتر بالديو. واحدة ما بتقدر تسلم برنامج. لهلأ. هدا رأيك كان. طبعا. انا بحترم رأيك. بس انا رح قالك ما بدا هلأ. ما بدا هلأ. جزيف طاق الصحافة الناقد الفني. اجمالا وقت واحد بده ينتقل فنيا بده يكون عنده اطلاع فني. صح. انت شو سقفتك الفنية. يعني انا من قلمك بحس عندك سقفة. بس ما بعرف بتضبط شو سقفتك الفنية. اه اللي عم تحكي اكاديمية ولا عم تحكي السقفة الشخصية. الشخصية والاكاديمية. وكنش واحد اوقات من ذكريات ومع كبار الفنينين عنده سقفة. مثلا انا عندي كتير ذكريات حصوب مع الاخوين رحباني. عندي ذكريات مع سعيد عقل. عندي ذكري مع الصبوحة. اوقات من ذكرياتك من طريقة تعطيك مع هالكبار. بتصير بتصير نطفة مخضرم بتصير تعريف من قراءاتك للتاريخ الفني. مع مع مؤرخين مثل فكتور صحاب وغيرهم بصير عندك. يعني في اسخوات بيسألوا انت مين تتنتقد انا خرج اداب. دارس كمان اخرجوا مسرح. بقرة كتير. بحضر سينما كتير. بحضر دوكومنترز كتير. بحشور كتير. ما بخلي شي ما بقراه. وهيدي السقافة هي سقافة اكتسبتها مع الوقت بكل شي انا شفته وقريته وسمعته من كبار النقاد والمثلين والفنانين بالعالم كله سوا. وهيدا كله سوا اكتسبته. انا كرميل انا اقدر المجال اللي انا عم بيشتغل فيه اقدر اشتغل فيه ويكون لي افادة. هلا مش انت اللي بقولولك انت مين. انا عم بسأل وين سقفتك الفنية. قلتلي انه بالمسرح والسر بالسينما وقلتلي انه بالقراءة وقلتلي بها. السؤال التاني يعني هو السؤال. الاكيب اللي معك. هل بحق اللي تنتقيت يعني مثلا دولي غانم على عيننا ورأسنا ولكن دولي ضليعة بالسياسة مش بالفن. صح. حبيب غبريل ما منعرف بشو مخصص. اه الصبية اللي ما كنت تذكر انا شو اسمها طلعت اول كم حلق انت قديد. اه مونة صليبة يمكن بالسياسة اكتر. اه منشوفه مثلا بينتقضوا فن. هلا انت دارس اخراج ومسرح اكيد عندك علاقاتك اكيد ست سنين بالجمهورية اكيد على عين ورأسي وشبوبة ولو ما هيك ما كنت انت هلق معنا هوني. وهلق رح ناخد كمير رأيك ببعض الامور الفنية. بس الباقيين شو سفتوا انت ينحطوا بموقع نقد. ولكن بينتقدوا من يعني دولي ما بتفوت كتير بالنقد الفني. ولكن خبرتها الاعلامية والسياسية بتحطها بانتقاد بعض الماضيع. انت مش راضي عشغلة. انا بلا. اي خلص. انا مش بس راضي عشغلك. انا معجبة في. يعني معجبة بنقدك بس بقلتلك مرة الناس مش كتير بتفهمك. يعني متى وقت كانوا عم بنتقدوا باسمة. انت قلت لهم هللويا. شو اصادت فيها. يعني لانك تدحكت. انتبه لو قلت هللويا هيك يمكن واحد يعني باسمة عم تمجد الله. وفي كتير كانوا يمكن زينيات مش يعني متل باسمة. متل مريم المجدلية كانت زينية وارتدت. فباسمة كانت فنانة وبالمجال الفني مش معناتها ان المجال الفني زنا يعني. مجال الفني في اغراءات كتيرة. طبعا. انا ما كنت. وارتدت. شو قصدت بالهللويا لقيمت الايام عليك. اه. هي دايما بتقوم الايام. ما بعرف الايام كان مرة رح تقوم اما تقوم الايام. انا ما كان قصد شي خاصه باخلاق باسمة. مش 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 هدا كان المقصود. وانا هون برجع بيعتذر وبقول. انا يعني وقتا قلت هللويا ما كنت عم بحكي. شو كان قصدك. اي رحقول ما كنت عم بحكي عن اخلاق باسمة ما ما خصني باخلاقه ولا خصني هي شو بتعمل بالحياة هدا. ا انا خصني بالأداء. انا كنت عم بحكي عن الأداء. اليوم مغنية مؤدية. وعفكرة هي من الأصوات من أجمل الأصوات. والأغاني اللي قدتهم باسمة ما بتنسها. ولكن اليوم باسمة. هوا ما رح يسمعوا لك ايهم. اي. هوا مش رح يسمعوا. هلا عم نوضح. ومش دايما واحد فيه وضح. دايما واحد بيقول رأيه. هلا ما زال عم نوضح. باسمة مغنية. مغنية تحولت الى مرشدة روحية ما ما بلعتها. فيه ناس عندها شغل تعمل مرشد روحي. وفيه ناس عندها شغل تكون مغنية. اذا هي حبة تختبر تقديم الاعلامة. تقدم برامج فيها تقدم. بس ما تعمل مرشدة روحية. بس هي هي. من هيك اللي تهللويا. انا باحترمك اكيد. باحترمو دايما. بس. هي هي. جزيف خليك ايهاد. رح نعمل حلقة تانية. يلا. اوكي. انا اكيد بدي اشكر مروان سمعان على التصوير. بدي اشكر طوني نعمي على الاشراف. بدي اشكر ليرنا ابو فايصل على المكياج جورج اشكر طيق على الكوفير. وماري لورت سمعان على الرشاش. وكل زملائي بويب سايت الفن. قديم الكاميرا كمعكم هلالمرو بتزروا الجزء الثاني. مع الصحافة الناقض الفني جوزيف طوق. سدقني سدقني ما بدي هلالمرو بتزروا الجزء الثاني.